وزارة العمل الإسبانية تؤكد أن عدد العطلين عن العمل خفض بمقدار 124 ألفا و349 شخصا في حزيرا يونيو على أمد شهر مع بدء الموسم السياحي لكن 3 ملايين و77 ألف شخص ما زالوا بلا عمل وحسب الوزارة فالمعدلات الأخيرة للبطالة هي الأدنى منذ خريف 2009 الانخفاض الأكبر سجل في قطاع الخدمات الذي يضم النشاطات السياحية والتي ترجع فيه عدد العطلين عن العمل إلى 84 ألفا و160 شخصا ويستفيد هذا القطاع من تدفق السياح الأجانب الذين تنتظر إسبانيا 68 مليون منهم هذه السنة وهو عدد قياسي